بسم الله الرحمن الرحيم فاختار سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض وفضلها عليها واختار سبحانه وتعالى أيضاً بعض الأمكنة وفضلها على بعض وهكذا أيضاً من الأشخاص والأحوال ومن الأزمنة التي عظمها الله تعالى وفضلها على غيرها من بقية الأشهر الأشهر الحرم قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ورجب هو أحد الأشهر الحرم وسمي بذلك سمي رجباً من الترجيب وهو التعظيم لأنه كان معظماً في الجاهلية بترك القتال فيه وهذه الأشهر الحرم قد خصها الله عز وجل بالنهي عن ظلم النفس فيها فقال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم النفس يكون بواحد من أمرين إما بترك واجب وإما بفعل محرم فمن ترك واجباً فقد ظلم نفسه ومن فعل محرماً فقد ظلم نفسه فالواجب تعظيم ما عظمه الله عز وجل لأن ذلك من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شائر الله كما قال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذه الأشهر الحرم كانت معظمةً في الجاهلية وعظمها الإسلام بل أقر تعظيمها فعلينا أن نعظم ما عظمه الله ورسوله وأن نحترم هذه الأزمنة وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الأشهر الحرم لها خصائص فمنها أولاً مضاعفة الحسنات والسيئات فثواب الحسنات فيها يضاعف وعقوبة السيئات فيها تضاعف لكن مضاعفة الحسنات تكون بالكمية ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية فالحسنات تضاعف كمية كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر عنفالها وأما السيئات فإن مضاعفتها تكون بالكيفية وإلا فالسيئة هي سيئة واحدة كما قال عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فالحسنات والسيئات تضاعف في هذه الأشهر الحرم وقد دل على ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال عز وجل عن حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن خصائصي هذه الأشهر تحريم القتال فيهن ابتداء لا دفاع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ومن خصائصها أيضا أن فيها عشر ذي الحجة ويوم عرفة والنحر وعاشورة وفيها مناسك الحج لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم ولم يرد في شهر رجب فضل معين لا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في قيام شيء من لياليه وما ورد من الأحاديث في فضل شهر رجب فإنها لا تصح بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة الأحاديث الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب وقال ابن القيم رحمه الله كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض لا ياليه فهو كذب مفترى واعلم أن بعض الناس قد أحدث في هذا الشهر بدعا ما أنزل الله تعالى بها من السلطان ولا دل عليها شيء من السنة والقرآن فمن البدع المحدث في ذلك الدعاء عند دخوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل حكم بعض المحققين عليه بأنه محدث مخترع لا أصل له ومن البدع المحدثة أيضا تخصيصه بالقيام أو أن يخص ليالي منه بالقيام فهذا لا دليل عليه ومنها صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء ويسبقها صيام يوم الخميس وصلاة الرغائب أن يصلي بين العشاءين في أول ليلة جمعة إثني ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد ثنتي عشرة مرة وهذا أعني هذه الصلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من البدع المحدثة ومن المحدثات أيضا في هذا الشهر اختيار بعض أيامه للنكاح اعتقادا أن النكاح في هذا الشهر له خصوصية وله مزية وهذا أيضا لا أصل له ومنها أيضا من البدع تخصيصه بالزكاة فيخصه بعضهم بإخراج زكاة ماله فيه اعتقادا أن للزكاة فيه فضيلة ومزية وهذا أيضا لا أصل له فيخراج الزكاة يكون عند حوالا الحول فمتى حال الحول على المال فإن الواجب أن تخرج الزكاة أما أن يخص زمنا معينا لم يرد شيء في فضله فهذا أيضا من البدع المحجثة ومن البدع المحجثة أيضا تخصيصه بالذبح أو بزيارة القبور أو تخصيصه بالعمرة اعتقادا أن العمرة لها مزية وأن لها فضيلة في هذا الشهر وهذا أيضا لا أصل له ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قط بل جميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة وأفضل زمن لفعل العمرة ولأداء العمرة هو شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة وفي رواية تعديل حجة معي ومن البدع المحدثة في هذا الشهر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يسمونها النافلة ليلة سبع وعشرين من شهر رجب ويقرؤون قصة الإسراء والمعراج وهذا أيضا لا أصل له ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ليلة الإسراء والمعراج إنه لم يقم دليل معلوم لا على شهرها أي في أي شهر كانت ولا على عشرها أي في أي عشر كانت هل ياليا في العشر الأول أو الأوسط أو الأخير ولا على عينها أي في أي ليلة كانت قال رحمه الله بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به فعلى المر أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي زموا سنتي عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم أي أحذر إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فالبدع ضلال في الدين والبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشر فكل عقيدة أو عمل أو قول يتقرب به إلى الله ولم يرد فيه نص شرعي لا من قرآن ولا سنة فإنه من البدع والبدع قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وذلك لما يترتب عليها من المفاسد فمن المفاسد المترتبة على البدع أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن مفاسدها أيضا أن المبتدع قد جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في التشريع كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالمبتدع قد شارك الله عز وجل في التشريع ومن مفاسد البدع أيضا أن من لازم البدعة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يكون جاهلا أو كاتما للحق فإن كانت هذه البدعة معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها للأمة فقد كتم الحق وإن كانت غير معلومة للرسول صلى الله عليه وسلم وإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل ونحن نشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها امتثالا لقول الله تعالى له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ومن مفاسد البدع أيضا أنها تتضمن أن الدين لم يكمل وهذا فيه مضادة ومحادة لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا ومن مفاسد البدع أيضا أنها سبب لتفرق الأمة وتشتتها لأن كل إنسان يستحسن شيئا فيشرعه ويبتدعه فهذا يشرع عبادة والآخر يشرع عبادة ثم كل واحد ثم إن كل واحد من هؤلاء يسفه الآخر ويبدع الآخر وحينئذ تحصل الفوضى وتحصل الشحناء والبغضاء وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به المؤمنين من التواد والتراحم والتلاحم فيما بينهم فعلى الإرسان أن يحرص على لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وأن لا يفعل شيئا من العبادات إلا بعد أن يتيقن ويتحقق أن هذه العبادة قد شرعت إما في كتاب الله وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاح وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين